كل يوم في حرب شارسة جدا بتحصل لنا وبالأخص أطفالنا وللأسف كل واحد فينا بيمر بيها الوحدة الحرب دي هي طوفان السوشيال بيديا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع أفلام الكارتون والألعاب أكبر بكتير من هو يتوجد ليهم بديل يحل محلهم بالكلية وإحنا بنتعامل مع أخواتنا الصغيرين وأطفالنا بحاجتين حاجة سماء الرعاية ودي بتبقى عبارة عن الأكل والشرب والعلاج والفلوس وحاجات تانية كتير والتربية طب أنا عشان أفهم مفهوم كلمة التربية دي بعمل إيه أول حاجة بخرجوا برسيق الأب والأم فيقول لك مثلا المعلم المربي المعلم المربي ده بيعمل إيه بيأكل لأ بيشرب لأ طيب بيعالج برضو لأ يوم اللي بيعمل إيه بيعمل حاجتين مهمين جدا بيغزي الروح وبيوجه وهي دي التربية وأجامعة تحدي كبير جدا لأن الحاجات اللي بتجذب الجيل اللي جاي ده والأطفال الصغيرين دلوقتي أصلا بقت تجذبنا احنا سواء أفلام كارتون أو ألعاب يعني بتجذب الكبار بيلعبوها بتفرجوا عليها فإحنا عايزين ربي جيل يقدر يواجه طفان السوشال ميديا ده بألعابه الفاسدة بكرتونه الفاسد اللي احنا عارفينها واسمعنا عنها كتير بس التربية دي ألزمها شيء مهم جدا وهو القصص إنك تحكي قصة فيها معنى ده من أهم عوامل التربية طب يعني ليه يعني مش معنى لأن بكل بساطة أنت تقدر توجه بعد ما تحكي قصة أما التوجيه الجاف من غير قصص ولا حكايات بيبقى غالبا مش مؤثر فإحنا دلوقتي عايزين جيل فاهم ومع بديل يعني مثلا أنا دلوقتي هقولك استغنى عن السكر وهديك سكر ضايد بس لازم قبل ما أعمل كده أو أنا بأعمل كده أقولك خطر السكر ده لأن بكل بساطة أنا بقولك استغنى عن حاجة حلوة فلازم أفهمه الأول خطرها فبعد ما يفهم خطرها يسهل عليه إنه ويسيبها يعني أنا أفهمه خطرها لأن بكل بساطة الأفلام بتاعت الكرتون دي حاجة حلوة بالنسبة له والألعاب دي حاجة حلوة فأنا بقوله دلوقتي يسيبها فلازم أعمل إيه أفهمه الضرر زائد إن أنا أوجد له بديل حلو زيه طب إحنا عندنا حاجة تانية اسمها تغزية الجسد تغزية الجسد دي اللي هي إيه اللي هو بكل بساطة لما أخوك الصغير أو ابنك يعني حد يدايقه إن هو يقف أصاده يقدر يدافع عن نفسه ولكن دي طبعا مهمة يعني ما بنقولش إن دي مش مهمة يعني طبعا دي من ضمن الرعاية الأكل الشرب أكل الصحي التمرين النادي كل دي حاجات مهمة إنما التغزية الروحية هي اللي هيقدر يواجه بيها طفان السوشال ميديا مش التغزية الجسدية قبل كتير مننا متفرغ جدا ومهتم جدا بالرعاية لكن مش كتير مننا متفرغ للتربية مش كتير مننا متفرغ إن هو يحكي لولاده قصص مش كتير مننا متفرغ إن هو يقعد مع أخواته ويحكي لهم قصص عن النجحين كتير 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 لما بنحكي لهم قصص عن النجحين بكل بساطة إلي بيحصل بيرغبوا في النجاح فإحنا دلوقتي عندنا ناس قاعدوا وفكروا وشافوا إن فيه دور على الأسرة اللي إحنا عمنا نتكلم فيه ده ومجهود طبعا بيتبازل في التربية وفيه دور تاني فيه وسائل الترفيه المطروحة فطلعوا لينا حاجة جميلة جدا اسمه جيل فيه تقريبا كل البدائل اللي إحنا عمنا نتكلم عنها يعني عشان يتعمل يعني سبع سنين أو أكتر هم مشغالين عليه وطبعا ناس مختصة في التربية يعني مؤسسة كاملة فالأبليكيشن ده بكل بساطة فيه كل اللي إحنا كنا لسه بنقول قصص حكايات راديو كارتون ترفيهي كارتون تعليمي يعني ورا كل قصة ورا كل كارتون ورا كل حاجة في الأبليكيشن بيقدم قيمة بيقدم حاجة أخلاقية حاجة سلوكية بيحتاجها الطفل من ثلاث سنين لحد تسع سنين وهم دلوقتي يشغالين على من عشر سنين لحد خمستاشر سنة انت لما بتحكي قصة فيها معنى ده بيخش هنا كده ايه في العقل اللاعي عند الطفل بيبتدي يترجم عنده لتصرفات وسلوكيات وأخلاقيات فاحنا دلوقتي بكل بساطة قبل كيشن جيل ده بيعمل ايه هو بيعينك وانت بتربي على توفير بيئة أمنة لأطفالك أو أخواتك الصغرية يعني انت دلوقتي بتتعب وبتكتهد وزي ما بنقول بيتنبح صوتك في التربية طب هو دلوقتي يقعد لوحده مع التليفون ايه اللي يحصل يضيع بقى كل مجهودي بفيديو بمشهد بإعلان بيطلع لا ما يضيعش لان هو دلوقتي بيستخدم بيئة حاول توفر له كل صبر الترفيه بس بشكل امن من اكتر مميزات الابليكيشن هو باللغة العربية والجيل ده بالذات يعني احنا اصلا محتاجين جدا اللغة العربية والتاني حاجة ما فيهوش اعلانات وده شيء طبعا يعني مهم جدا لان الامتابع الماركت عارف الاعلانات دي بتظهر ازاي وبتظهر لمين وهم عارفين وهم بيعملوا ايه كويس فهو ما فيهوش الحمد لله اعلانات الابليكيشن فيه اكتر من عشرين مسلسل بيزيدوا يوم عن يوم هدفهم انشاء جيل يعني عنده قيم ومبادئ وفي الاول وفي الاخر توفير بيه امنة لاخواتنا الصغرين واطفالنا عشان تعبنا معاهم ميروحش هادر ومجهودنا ميروحش هادر الابليكيشن تقدروا تحملوه تحت في الدسكريبشن وهو مدفوع الاجر والصراحة حاجة زي دي في وسط يعني احنا بنشوف الناس دفع قد ايه يعني الطفان اللي جاي علينا ده مصروف عليه قد ايه فحاجة زي دي الصراحة تستحق ان هي تكون مدفوعة الاجر وتستحق ان هي تدعم والابليكيشن انا يعني استخدمته فترة في حاجة جميلة جدا ان هو مسلا ممكن يبعت لك ايه لو انت نسيت تحكي قصة لاخوك مسلا الصغير او ابنك يوم بعت لك ايه اشعار ان انت نسيت تحكي قصة في ام اختار قصة وتحكيها له وفي اه عروض دلوقتي يوم ما عاملنا على الاشتراكات السنوية هسيب لكم اللينك تحت في الدسكريبشن ان شاء الله وجزاكم الله خير السلام عليكم